وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والتي تم التعاقد عليها خلال قمة المناخ في شرم الشيخ كوب 27 كما وجه السيد الرئيس بتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي وصرح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائق قمة المناخ العالمية كوب 27 في حشد للتمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن منصة نوفي لاقت دعما وإشادة كبيرة من شركاء الدوليين خلال قمة المناخ في حين تمت الإشارة إلى أن التمويلات بلغت 10.3 مليار دولار كما وجه الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية والتي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة خاصة ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد كذلك التأكيد على أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر فضلا عن تحديث نظم الري